شكرا يا أخي العزيز شكرا مثل منقول باللبناني خجلتنا من محبتك خجلتنا حياتا شكرا كتير يسرني أن أتقدم بالشكر لما عالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بندر عبد العاطي على دعواته الكريمة لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي إذ أهنئ معالي الوزير بتوليه مهامه الجديدة أعرف عن أملي في أن يعينه الله على ممارسة مهامه التي تعكس دور مصر المحوري والمعهود في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعصفه بالمنطقة أنني أنقل إلى مصر الشقيقة اليوم شكرا لبنان حكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانبه لا سيما في ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي يشرها لبنان والمنطقة ويطمح لبنان إلى أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي في مساندته ودعمه في مختلف الظروف التي يمر بها إذ لا يمكن للبنانيين أن ينسوا الدعم الكبير الذي قدمته مصر للبنان إسراء العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وبعد انفجار مرفأ بيروت وصولا إلى الدور الذي تطلع به في القاهرة والمساعد التي تبذلها لبنانيا وعربيا ودوليا في إطار اللجنة الخماسية والاستحقاق الرئاسي أن لبنان يقدر دعم وتضامن مصر الشقيقة معه في هذا الظروف الدقيقة ونحن نثق بأن جهودها تاريخيا تهدف إلى دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه أن لبنان يثمن عاليا الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإحتواء التصعيد ويأمل مواصلة دعمها له خلال مرحلة المقبلة وخصوصا فيما يتعلق بتأمين مظلة حماية عربية للبنان جراء النيات والخطط العدوانية الإسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب وسعيا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية أما التسعيد الإسرائيل الأخير في المنطقة فأنه يقود الاتصالات والجهود التي تبذله مصر للتهديئة ويدرب عرض الحائط مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي تبنى هذه المبادرة ويعكس نيات إسرائيل بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعة الصراع أن الخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل أن تحمي المنطقة كلها من تبعات اشتعال حرب إقليمية إذا أن توسع رقعة الحرب أصبح جدياً في حال لم يتحرك المجتمع الدولي والدول المعنية بشكل فوري وفاعل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من هنا يأمل لبنان في أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي عربياً وإسلامياً باعتبارها دولة محورية قادرة على لعب دور قيادي في منطقتنا وصولاً إلى ترجمة المساعي والجهود المصرية لرؤية متكاملة وعادلة لحل القضية الفلسطينية وإننا نقتنم هذه الزيارة لنحذر من خطورة تمادي إسرائيل في سياستها التهجيرية ومحاولتها ضرب وكالة الأنوى خصوصاً بعد تنفيذها تهديداتها باحتلال مدينة رفح الفلسطينية ونؤيد موقف مصر الرافض لتهجير القصر للفلسطينيين لفلسطيني غزة إلى سيناء أو إلى أي بلد عربي آخر فهي مصلحة عربية مشتركة كما هي مصلحة وطنية مصرية ولبنانية أيضاً إن مخط التهجير أهل غزة وهو خطوة أولى لتنسق التهجير لتسبق تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن ثم توطين اللاجئين في لبنان وباقي الدول المضيفة أنا أشكره مع الوزير الأخذ العزيز لكرمته وحضنه هذه القضية لأنه مهم للبنان أن ينفذ قرار 1701 ليستعيد لبنان سيدته واستقلاله وشكراً مع الوزير شكراً جزيلاً وشكراً جزيلاً وشكراً جزيلاً